أعزائي طلبات وطلبات السنوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 14 سبع الخير على كل طلبنا لأعزائي سبع الخير على كل مدرسي التاريخ على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستانين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي ببرنامج وندومنا الكمال النهاردة هيكون في ديافتنا مستر توفيق شوئي والله يشرح لنا هيكملنا منهج التاريخ للسنوية العامة سبع الخير يا مستر سبع الخير على حضرتك وعلى كل طلبنا اللي يتابعونا من كل نحية جمالية مصر العربي مشرفتنا ومشرفتنا كالعادة ونسيبك مع طلبك قبل بس ما نبدأ الحلقة عابين نحن بس نعكد على الطلاب ان انت ده تتواصل معنا بأي سؤال انت عايز تحله اي سؤال اتعرض في البرنامج انت عايز تفهم اجابته انت ممكن تتواصل معنا عن طريق صفحة الشخصية او عن طريق الرقم اللي بيظهر على الشاشة او عن طريق اللي اكاونت تعمل مستر احمد ممكن تقدر تبعث الاسئلة براحتك خالص وان احنا نتواصل معك في حلها ونوصل لك شرحها لغات عندك نبدأ حلقتنا النهار كده كده التليفون بتاع المستر المفروض بيكون موجود على الشاشة طول الحلقة فاي حد من الطلبة عايز اتواصل مع المستر من خلال التليفون بتاعه من خلال رسال واتساب او اسئلة من اي نوع ان شاء الله هيرد على حضرتك اتفضل المستر توفي اهلا بيكم اصدقائي الطلاب النهاردة احنا هنكمل الحملة الفرنسية على مصر انا بس هفكرك بس في اجاز سريع اللي حصل معانا الحلقة اللي فاتت احنا بتفكرك ان فرنسا حاولت ان هي تحتل مصر تلات مرات في التلات مرات دول فشلوا ما يدروش يحتلونا وفي المرة الرابعة اللي هي الحملة الفرنسية اللي اتكلمنا فيها المرة الفاتت هما اللي ناجح لهم ما يحتلونا بالرغم ان هما خدوا تلات سنين بس دي اول نقطة تاني نقطة احنا عرفنا ايه هي احوال المجتمع المصري اللي واجه الحملة وعرفنا ما هي الفروق الكبيرة بين المجتمع المصري والمجتمع الفرنسي لما جمت وجهه علشان كده كان لازم في المنهج ده يدرس لك الجزئية دي علشان خاطر يفهمك الفرق وتطور الاحداث طيب غير كده بقى احنا كان عندنا بداية دخول الحملة الى مصر وصلوا الى خليج ابو اير ثم وصلوا الى شبراخيت ثم وصلوا الى انبابة وطبعا زي ما احنا فاكرين من المرة اللي فاتت اني في كل المواجهات قدت الى انتصار فرنسا قبل ما نكمل الجزء الجديد بتاع النهاردة انا حابب اديك قناعة ده كده ايه ما تنسهاش بص صديقي الطالب اولا انا هديك نعمل كده مستطيل كويس المستطيل ده في اطراف حروب لو لقيت اي طرفين من اللي انا هقولهم دول اعرف ان النتيجة ثابتة بمعنى اولا اي موقع عن قبلها ما بين الممليك والعثمانيين زي ما تكلمنا في الاول قدت الى انتصار العثمانيين وده اللي حول مصر الى ولاية عثمانية دي ثابتة لو سمعت في المنهج عندنا معرقة الطرفين دول اتأكد وانت مغمض ان دي مينك اسبان العثمانيين اي معرقة ما بين الممليك والفرنسيين فرنسا انتصرت اي موقع ما بين العثمانيين والفرنسيين فرنسا انتصرت لكن اي موقع ما بين انجلترا وفرنسا انجلترا هي اللي كسبت انا بديك القاعدة دي ليه علشان خاطر وانت شغال المفروض طبعا انت مش تشغل دماغك يعني الفترة دي بان انت تحفظ احداث لكن ده برضو ما يمنعش ان انت تبقى فاهم دي نتيجة تتفهم ما تتحفظ دول كده لو لقيت اي طرفين من دول بيحاربوا بعض طول المنهج الكسبان ده ثابت دي اول نقطة فده هيفتح معنا بقى نقطة جديدة النهاردة ايه اللي حصل في مصر بعد ما دخل الفرنسيين القاهرة طبعا انت فاكر ان ما كانش عندنا مواجهة المواجهة ما كانتش موجودة لان كل الجيوش اتغلبت قبل كده نيجي في النقطة اللي بعدها بص يا صديقي اولا احنا عارفين ان نابليون دخل القاهرة في شهر 9 سبتمبر في عام 1798 لكن في حاجة حصلت من شهر هو ما كانش عامل حسابها خالص وحصلت في اغسطس 1798 وهي انجلترا اللي هي موجودة هنا عرفت عرفت ان فرنسا خدت حملة واتجهت الى مصر عشان تقطع الطريق ودي كانت خسائر كبيرة انجلترا فكان لازم على انجلترا التصرف السريع فراحت عملت ايه جت بعتت جيش بسرعة بقيادة قائد اسمه نيلسون ودخلت معركة شرسة جدا اسمها موقعة ابيقير البحرية ودي كانت ما في الجيش الانجليزي والجيش الفرنسي اتفقنا هنا من اللي يكسب طبعا انجلترا انتصرت اولا دي معركة بحرية ده رقم واحد انجلترا كده كده اقوى ده رقم اثنين رقم ترى ده الاهم ما تنساش ان ايام الثورة الفرنسية كانت انجلترا اصلا اللي هي هنا بتكسب فرنسا عشان قسطولها القوي كمان فاوريدي هنا انجلترا انتصرت ده رقم واحد رقم اثنين انجلترا عملت لنا كده ايه ده عملت ايه عملت قفل للشواطئ الشمالية المصر كلها يعني ما يقدرش اي جند فرنسي موجود هنا او هنا او هنا موجود في مصر ما يقدرش يروح لفرنسا قطعت الامدادات قفلت الطريق خلاص الجنود الفرنسيين بدأوا يشعروا ان هم محاصرون داخل مصر خلاص مش هيخرجوا انجلترا اللي هي على طول اقوى منهم وصلت وقفلت الشواطئ اول حاجة اول حاجة خسرتها فرنسا هي الامدادات رقم اتنينه ده الاهم اني بدأت بقى المشكلة تكبر اني لما اتغلبت فرنسا هنا بدأ يظهر اكتر من خطر الخطر الاول ظهر من العثمانيين ياه انت عايز تقول الحمدلله على السلامة اول مرة نلاقي تحرق عثماني من ساعة مجادة الحملة الفرنسية الاول اول مواجهة على عطق المصريين وتعدم فيها محمد قريم تاني مواجهة كانت المماليك بعد كده المماليك بعد كده المصريين الغلابة استسلموا لان ما عندهمش جيش فلذلك اول تحرق رسمي من العثمانيين بعد ابو اير البحرية لما لقوا ان فيه طرف اقوى من فرنسا بدأوا يتحركوا ناحيته وانا اعرفوا تحركوا ازاي تاني تحرك كان من المصريين المصريين ادركوا ان نابليون مش بنفس القوة اللي هم كانوا فاكرينها فبدأوا يتحركوا في اتجاه تاني الاول نتكلم في اتجاهين دول اتجاه الاول هو تحرك المصريين المصريين مبدئيا لقوا ان هم قدام خطر كبير جدا بيهدد اول حاجة اقتصادهم ومعيشتهم ازاي ما تنساش عشان بس افكرك هو ايام العثمانيين كانت الاحوالي اقتصادية سيئة جدا 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 دركة موحة فلذلك جي هنا نابليون زود الموضوع سوءا حيث فرض الضرائب اكتر من العثمانيين بدأ يعامل المصريين معاملة سيئة لدرجة انه بدأ يهجم على البيوت والمنازل عشان يدور على اموال ليه وعايز الاموال في ايه ما تنساش بصها مستر احمد الاموال دي كانت تعويد عن اللي خسروا فبقير البحرية ما ننساش يا شباب عشان بس تبقى فاهم ايه اصلا الهدف الكبير من كل ده الهدف الاول هو التعويد المالي والمكاسب اللي بتحققها اي دولة من الاحتلال فهي لما تيجي تحتل دولة تانية وتخسر دي مشكلة ما ينفعش تخسر هي لازم تعود عن بديل باي شكل فلذلك لما اتضربوا فبقير وخسروا الاسطول قرروا انهم ياخدوا حقهم من المصريين ازاي يفرضوا درائب معيش هجموا على البيوت خدوا الفلوس لذلك المصريين ما ينفعش يسكتوا قامت ثورة القاهرة الاولى ودي كانت في اكتوبر عام 1798 من هنا بقى نقف شوية رقم واحد المظاهرة قامت من اين من حي الازهر الشريف بصة صديق الطالب اول حاجة اوجيها ليك في المنهج وفي اكتاب المدرسة مش هتلاقي من هو القائد لكن تفكيرا مطلوبة منك مين ممكن يبقى قائد لصورة جوه الازهر طبعا الازهر ما يقدرش يتكلم فيه الا فئتين يا اما العلماء يا اما المشايخ محدش ثالث يقدر يتكلم جوه الازهر لذلك كان العلماء والمشايخ هم مفجرين الصورة اللي امتدت لأكتر من مكان فراح نابليون حاول يخمدها ما عرفش فاضطر الى اسوأ حركة في التاريخ وهي دخول جامع الازهر بالخيول بص صديق الطالب من اول هنا وقف التعامل بيننا وبين فرنسا خلاص طول ما انت اتعدد على الحرمة الدينية خلاص كده الكلام معاك انتهى هنا زادت قرهية المصريين له هنا هو بنصور من القرهية بينه وبين المصريين ده رقم واحد برضو المصريين ما سكتوش قالوا له انت عملت كده برضو هنعمل ثورة لذلك اقام مصيبة اكبر وهو ضرب حي الازهر بالمدافع من فوق المؤطم ما سكتش لذلك المصريين لما لقوا ان الموضوع بقى فيه خسار اكبر الثورة ايه هدت شوية الهدوء ده نتج عنه ان الضرائب زادت اكتر من الاول وحتى المصريين لما نابليون في الاول عمل ان هو بيحاول شاركنا في الحكم ويحاول ان ساعده لما جاه راح مغير كل الدويين اللي عملها بسبب المظاهرة دي يبقى اول حاجة تحرك بعد ابو اير البحرية هو تحرك مصري والنتج عنه صارت القاهرة لايه الاولى ده رقم واحد طيب رقم اتنين فيه تصرف المماليك المماليك اتصرفوا بطريقة لحد ما احنا اعتبارها غريبة بس ده كان اقوى سلح في ايديهم ما تنساش قبل ما يجي العثمانيين كان المماليك موجودين المماليك لسه بيحاربوا بالطريقة القديمة لسه بيستخدموا الصيوف والخيوط واحنا بنحارب جيش بيحارب ازاي بالمدافع وبالرصاص فاحنا مش نقدر نجارين فالمماليك اتحركوا في اتجاه تاني وهي ان مقاومة الصعيد تستمر ايه ده احنا من المرة اللي فاتت كنا متكلمين ان فيه واحد هرب للشام واحد راح للصعيد اللي راح للشام ده كان ابراهيم بك خد الولي والعثماني وقال لك انا مش هقدر كده على المقام وراح مشوا هما الاتنين مشوا لكن مرادبك الراجل الكويس قال لك لا انا مش هستسلم انا هفضل مع مصر مهما حصل فراعمل ايه خد اللي اتبقى من قواته وراح للصعيد اولا فيه اتصال دائم بينه وما بين اهل الصعيد ايه ده الاتصال ده احنا جبناه مدين احنا جبناه من الحالة السياسية ارجع كده ان المماليك كانوا مسكين الاقاليم فكانوا البكوات المماليك هم قادة الاقاليم فالريدي كان فيه تواصل ما بينهم رقم اتنين كان بيجي لهم مساعدات من شب الجزيرة العربية هتقول لي ايه ده ايه اللي جاب السعودية ومنطقة شب الجزيرة الى الصعيد مبدئيا كده صديقي لو انت حسبتها صح لو واحد جاي من هنا من شب الجزيرة واتحرك للمناطق المصرية التحرك لوجه الابلي اسهل من التحرك للقاهرة لان انت لو حسبتها كده لو انت مسافر من شرم الشيخ او من الغردقة للصعيد اقرب من شرم الشيخ للقاهرة فهو التواصل من شب الجزيرة العربية كان واصل للصعيد اسهل فالتواصل ده المساعدات دي قوت جبهة المماليك رقم ثلاثة وده الاهم بص المماليك كان في قدهم سلاح ضعيف لكن عندهم زكاء سياسي واستغلوا جغرافية مصر ايه الجغرافية في كده مبدئين كده لو دي رسمة مصر البسيطة هقولك ان المماليك كانوا بيجوا من الصعيد يروحوا المسافة دي كلها يضربوا مناطق نابليون ويرجعوا تاني نابليون كان يجي يجري وراهم بيستخبوا في الاماكن المصرية زي مزارع القصب مثلا كان بيستخدموا طريقة القر والفرق طيب نابليون يضرب يجي يجري وراهم ما يلاقيش بجهود فيروح راجع تاني يضربوا يروح راجع تاني كان نابليون ما بيقدرش عليهم استمرت المواجهة عشر شهور ايه ده وما للواجه البحري بتاعنا المنطقة البحرية دي عملت ايه المنطقة دي يا شباب استخدمت كلها يدوب شهر ونص بس الشهر ونص ده يدوب المقاومة خلصت على كده لان اولا ما كانش عندهم ورد تتيرة ما كانش عندهم بعض المسافة اللي كان معتمد عليها مراد بك فلذلك نابليون كان ايه اللي بيحصل له ما كانش بيقدر على اهل السعيد كان بيقدر على الواجه البحري فيبقى كده عندنا تحركين بعد موقع تقوير البحرية اولا تحرك مملوكي على قد ما يدره وتحرك تاني مصري قبل ما نقفل المملوكي دي هفكرك بس بنقطة نرجع لها بعد شوية مبدأيا كده الممليك بعد عشر شهور المقاومة هديت لذلك نابليون حاول استغل الموضوع صح عمل ايه راح لمراد بك وقال له امسك حكم السعيد تحت ايدي يعني ايه يعني يبقى السعيد امارة تحت الحكم الفرنسي نابليون رفض سوريا انا ياسف مراد رفض مراد قال له لا مراد كان عشمان قال لك شوية ونابليون هيخسر وهيمشي خليك فاكر ان تحت ايه نابليون رفض مراد تحت ايه نابليون رفض عشان فيه واحد تاني هيارض عليه هيوافق ونفهم ليه يبقى ازا فيه تحركين خلاص الموضوع كده خلف نيجي بقى للتحرك ده التحرك ده هياخد مننا شوية تفكير شوية ما بدان كده التفكير العثماني او التحرك العثماني العثمانيين فكروا بطريقة تانية قالوا احنا جيز ضعيف الى حد ما الدارة العثمانية كانت في الوقت ده ضعيفة على فكرة الدعف يبان من اول تطبيق نظام الالتزام خلي بالك صديق الطالب ان النظام الالتزام هو كان عبارة عن محاولة من العثمانيين لجمع اكبر قدر من الفلوس مع مجهود قليل يعني مش عايزين صدقوا معهم مع الفلاحين ويجمعوا ضرايب لا هو خلاص الملتزم ده ياخد هو الفلوس وياخد زي مجمع فالعثمانيين قالوا نروح لناس اقوية يساعدونا احنا الاتنين ضد مين ضد فرنسا راحوا لانجلترا وروسيا ايه ده هي مش روسيا دي اللي كان العثمانيين بيحربوها اثناء حركة علي بيك الكبير فعلا السياسة بتقولك مفيش اعداء على طول ومفيش اصحابه على طول هم كانوا اعداء سعية توقيت حرب كبيرة بينهم هنا وقفوا مع بعض وبعد شوية يختلفوا وبعد كده يبقوا صحاب وحكذا خد بالك احنا لما نكمل مع بعض منهج التاريخ اكبر عدوين عندنا دلوقتي هم انجلترا وفرنسا لما نوصل لقدام شوية ويتجمعوا على الدولة العربية هيبقوا اكتر اثنين اصحاب حتى في الحرب العالمية الاولى والتانية هيبقوا فريق واحد دايما مئة سنة ما بين الاثنين تحول بسبب المكاسب السياسية الكبيرة الى مصالح قدام نتكمل موضوعنا فالعصمانين دلوقتي راحوا الجزئين انجلترا ومين وروسيا خلي بالك العصمانيين هيعملوا ايه مش هياخدوا الجيش الانجليزي والجيش الروسي لا هم هياخدوا بعض المساعدات المساعدات من اسلحة او موان او خطط او قادة المساعدات دي تعمل ايه المساعدات دي يحطوها للجيش العصماني والجيش العصماني هو اللي حارب فرنسا بنفسه عشان كده هتبقى حرب عصمان ضد مين ضد فرنسيين التحرك بقى والتخطيط مش ازاي هم قالوا احنا نعمل حملتين حملة هتيجي من هنا تبقى حملة برية هيبقى جيش بري على ارض الواقع والحملة التانية تيجي هنا تبقى حملة بحرية لو دي فشلت دي تنجح بس دي هتتحرك الاول مين اللي عرف نابليون عرف جي بقى الدور عليه عشان هو بقى اللي يتحرك وهنفهم ايه اللي حصل مبدأين كده وسطة الاخبار لنابليون نابليون في حملتين متحضرين ضد فرنسا جوه مصر وهو ما تنساش ان الشاطئ الشمالي مايقدرش يستغله الحتة دي كلها كده بالعربي مقفولة من مين؟ من انجلترا خد بالك دي انجلترا مش بس وقفت تتحرك فرنسا لا ده انجلترا قالت مفيش ولا تاجر مصري هيقدر يتحرك بسفينة الا باذنها خلاص يعني التجارة الخارجية كمان وقفت ايه ده؟ يعني كمان المعركة الانجليزية الفرنسية اللي احنا ما ننزم بفيها أصلا أصرت على مصر فيما تبقى من القليل من التجارة الخارجية اه وقفت نهائي يبقى التجارة في وقت الحملة الفرنسية في عهد نابليون كانت وقفة خالص ايش معنى بسبب الحصار الشمالي من انجلترا كده الدنيا مقفولة طيب نابليون اول ما عارف جيشه موجود في القاهرة اول ما اتحرك او اول ما عارف قال لك بص انا قدامي حل من الاثنين الحل الاول ان انا انتظر في القاهرة وفي هذه الحالة استعد وحصن القاهرة ودينا تمام يا اما الحل التاني ان انا اتحرك واروح للجيش ده طبعا في ناس كتير بتفضل الحل ده بس الحل ده فاشل جدا لان انا مستر احمد ده الحسن بتاعي لو انا اتغلبت فيه خلاص ما عنديش مكان تاني لجأ له نابليون قال انا ممكن اتحرك لو اتحركت لهناك ايه لا يحصل حتى لو اتغلبت والجيش بتاعي اتهزم شوية انا ارجع تاني لمنطقتي القاهرة واتحصن فيها ولم ورعي من جديد وعيد ترتيب جيشي واسلحتي لذلك هو اختار الحل التاني نابليون بدأ يتحرك من القاهرة طلع وصل لغاية العريش كانت فاضية خدها كمل الى غزة خدها وجاء عن ديافة جاء عن ديافة لقى المدينة محصنة القادة بتاعيافة سمعوا ان نابليون جاي شافوا الجيش جاي من بعيد قفلوا الاسوار والابواب والدينة تماما هو نابليون حاول يقنحهم باي شكل من الاشكال ان المعركة ليست معهم بالعربي كده بلغتنا انا مش عايزك انت انا عايز الدولة اللي بعديك فحميت يافة والجيش بتاعها حاول ان هو يتفاوض مع نابليون بس نابليون اقنحهم ان هو سليم النية وان هو بمجرد ما يعد من الاسوار يقفلوا الببان وما دخلوا طبعا نابليون ما كانش ينفع يعد كده وهم ما فيهم بالسلاح خدمينهم السلاح واقنحهم بالتعادية طبعا في ظرف وقت قليل نابليون غادر بهم وقتل كل حامية يافة ما يقرب من 4000 جندي اتقتلوا بسبب ان هم ادولوا فكرة الامان ده راجل محتل في الاول وفي الاخر نابليون مهما سمعت عنه من ان هو عنده مهارة عسكرية وان فيه خطة في الشطرانج باسمه وان هو راجل بارع ارجع وقولك ان هو في الاول وفي الاخر محتل مستعمر فالمفروب ما تديشه امان وده اللي حصل مع مين معيافة معيافة بالضبط اتقتل كل الجنود وراح مكمل وصل عند اهم واحدة عكة عكة يا صديقي هي تعد البوابة الاولى والمهمة لكل بلاد الشاي جاء عند عكة وحاول برضو اقنحهم مع ان الكلام الصح ان المعركة مش معاهم لكن حميت عكة بقيادة احمد بشق جزار طبعا اخبار يافة وصلت ان بعد ما دول امان قتلهم فطبعا لا احنا هنموت مكاننا واللي يحصل يحصل ده اللي حصل بالضبط مع عكة عكة كانت اصوارها عالية جدا فنابليون ان هو يقتحمها الموضوع كان صعب فاول حاجة احمد بشق جزار عملها ان هو لما عند الاسوار رفض التفاوض نهائيا مع نابليون خلاص مش هتكلم معاه احنا هتحارب هنحارب الحرب والموت مكاننا واللي يحصل يحصل وفعلا نابليون لما اليوم مش يستسلمه بدأوا بدأ يضرب لكن لم يستطيع لم يستطيع نابليون نهائيا دخول عكة لعدة اسباب واحد بسالة اهلها ونقف عند بسالة اللفظ ده في الغرع عربية بيساوي بالعربي كده الشجاعة حتى الموت يعني انا مش هسيب مكاني بسالة اهلها بقيادة احمد بشق جزار كانت مهمة جدا اتنين الاسوار العالية بيني وبيني كامستر دي ممكن ما تكونش اسباب كفاية يعني ممكن تكون اسبابنا بليون يكسب بيها بس كان فيه سبب تالت كنا حاسينه كده ايه سر خفي ان يخلي عكة اللي هي عثمانية تكسب فرنسا وفعلا انت عندك حق الجيش الانجليزي الناصح عمل خطة غريبة راح ميشي من البحر وصل الى عكة من الخلب اداهم يا مستر احمد كتير من الموان والزخائر والخطط عشان يدروا يكسبوا مين يدروا يكسبوا نابليون وده اللي حصل بالمساعدة الاسطوري الانجليزي انتصر مين انتصرت عكة ولم يستطيع نابليون دخول عكة للتلات اثبات دول طبعا كل واحد فيهم مهم جدا عشان برضو ما نقللش من دور الناس دي بس ده كان النقطة الاهم لانه الاسلحة الانجليزية دي كانت قوية بالنسبة لنابليون ان هو يواجهها ما كانتش بتوقع انها موجودة طيب نابليون اتغلب هو فيه سبب تاني بس بينا عن منهج موجود في القصص ودي حقيقة ان الجنود الفرنسية بدأ ينتشر بينهم المرض ليه؟ لان الحماية بتاع اتيافة عدد كبير من الناس مات وما كانش فيه مكان يدفنوا فيه فاللي كان خارج من الامواد ده اصاب جنود بعض جنود نابليون بامراض واوبئة خلاهم يقل عددهم فلذلك نابليون عمل ايه؟ رجع من عكة متظاهر بالنصر مش خسران متظاهر هو قيل كده نفسه كأنه كسبان رجع عرف ان الجيش التاني اللي هو البحري وصل نقف هنا لأ نقف هنا بالزبط نقف هنا ليه؟ نقف هنا علشان خاطر ان نابليون لقى نفسه قدام جيش بحري ما تنساش ان الاسطور الانجليزي دمر الاسطور الفرنسي في موقع تبور البحرية وكانت مشكلة بالنسبة لنابليون هيحارف البحر ازاي؟ فلذلك هو قرر ان هو يحولها بزكاؤه الى موقع برية حيث انتظر الجيش هنا فالجيش اللي كان موجود نزله على البر فبقت موقع اسمها ابيقير البرية في عام 1799 نابليون هنا طبعا موقع برية ما بين فرنسا والدولة العثمانية مين اللي هيكسب؟ فرنسا انتصرت لكن بنبص بعد المعركة مستر احمد ملناش نابليون ايه مات؟ لا هرب هرب من مصر ورجع الى فرنسا طبعا فيه اساطير كتير بتحكي عنه في بعض الناس بتقولك نابليون خرج متخفف زي صياد فاحد المراكب بعد كده اتجه وراء فيه كمان بعض الاساطير والقصص وخاصة في المراجع الفرنسية بتتكلم ان هو كان متخفف زي امرأة كتير لقويل باختلاف هي خرج وترك الحملة بدون قائد الجنود الفرنسيين فكروا هنعمل ايه؟ طبعا اختاروا افضل شخص كان موجود وهو القائد كليبر كليبر سألناه يا كليبر انت ناوي تقعد تكمل المستعمرة اللي انت عايزين تعملوها وتقعدو ولا هتمشي قال لي بص بص يا مستر احنا نحسابها الاول بالعقل انا جيش فرنسي معايا عدد قليل ماشي مين قدامي قدامي كل مني انجلترا محاصر الشمال والبماليك رجعوا المقاومة من الجنوب والعثمانيين بيبعثوا حملات حربية والمصريين بدأوا في المقاومة عن طريق الصورات يبقى انا جيش واحد قال لي عدد مضطر ان انا قابل كم جيش اربعة مش اقدر فقال لك الحل السياسي العائل يخليني ايه امشي طب هتمشي ازاي ودي مقفولة وكمان انت معاكش اسطول حتى لو خرجت انجلترا في البحر هتقبض عليكم كلكم مش هتعرف لابقى البديل قال لك بص احنا ندور على طرف من دول نتفاهم معاه يدينا اسطول نروح به اسطول حربي نحارب به حتى لو قابلنا حرب مقابل ان احنا نسيب البلد طبعا دور على اطراف المماليك لا يملوك يا شيء والمصريين نفس الكلام الانجليز طبعا مش هيقبلوا التفاوض معاهم لان هم اعداء بشكل كبير فما لقاش الا مين العثمانين بدأ التفاوض ما بين كليبر وما بين العثمانين في معاهدة اسمها معاهدة العريش في يناير 1800 بتنص على كليبر قال لهم بصوا بالعقل كده انا هاخد منك اسطول وهسيب لك مصر كلها اجمع الدرائب وارجع لدولتك والدنيا تمام طبعا في البداية العثمانين وافقه لان حجم المكاسب اكتر انا هدي له اسطول باختلاف التكلفة بتاعته مقابل هاخد مصر فانا هجمع ده في الدرائب وسبب كليبر العثمانين يخشوا مصر وبدأوا يجمعوا الدرائب باسمهم يعني باسم السلطان نرجع تاني نجمع باسم السلطان لكن بكل هدوء مين اللي عارف انجلترا انجلترا هتلوم بكل هدوء كده انا مش وافق على الاتفاوض دي الاتفاوض دي انا مقابلهاش لو كليبر عايز يخرج من بلده او من هنا يرجع فرنسا يخرج كأسرح حرب يعني اسير الحرب بيخرج من غير سلاح ومتربط طبعا في عرف التاريخ اي راجل عسكري يرفض هذا الاتفاوض لا انا اموت انا ماسك سلاحي واللي يحصل يحصل فرفضوا هذا الموضوع فلذلك كليبر بكل هدوء قال لهم لا على العموم انا تفاوضي مش مع انجلترا انا تفاوضي مع مين مع العثمانيين فالعثمانيين قالوا له احنا الصراحة بنقاية كلام انجلترا اذا اردت الخروج تخرج كأسر حرب طبعا كليبر حس بالغدر لانه سابهم يجمعوا الضرائب عادي جدا وسابهم يشتغلوا عادي جدا الى انه لها ايه لها مشكلة اذا انتو بتخدروا بيها راح كليبر رفض التفاوض مع العثمانيين وخرجوا برا مصر وحاربهم في معركة بتسمى معركة تعين شمس المعركة دي اعاد فيها كليبر العثمانيين بعد من اخر القاهرة رجحهم تاني الشام خلاص انتو مركوش مكان في مصر احنا كان اتفاقنا ان انتو تدوني اسطول وانا سيسيب لكم البلد لكن انتو رفضته وانا كمان رفضت كليبر رجع تاني هو اللي ماسك مصر بعد ما كانت رجع عثمانية فادت فرنسية اخر رقطة في حياة كليبر وهي ان كليبر لما حارب العثمانيين رجع لقى في منطقة مصرية مشهورة مقلوبة في ايه جماعة قامت صورة القاهرة التانية نفتكر مع بعض الاولى الاولى قامت من حي الازهر وقامت بقادة مين العلماء والمشايخ وكانت ضد فرض الضرائب وما شبه صورة القاهرة التانية من حي بولاء لكن بقيادة عمر مكرم واخد بالك عمر مكرم ده من الشخصيات اللي مكملة معانا باقي الفصل ومكملة معانا الفصل التاني لغاية لمحمد علي وقفه لنقطة معينة فجيه عمر مكرم وقامت الثورة قامت ليه برضو بسبب فرض الضرائب كليبر حاول ما يستخدمش طريقة نابليون الاولى الاولى اللي هي ضمر فيها منطقة من الازهر بالمدافع وحاول التفاهم مع المصريين الى ابعد الحدود لكن المصريين بكل هدوء رفضوا واستمروا على الثورة فلذلك كليبر وللأسف ضمر حي بلاء بالكامل لما ضمروا الثورة ايه؟ هدي نرجع بقى للنقطة اللي احنا قلناها من شوية انت فاكر طبعا مراد بك اللي رفض الامارة تحت ييد مين؟ تحت ييد نابليون رفض قالك لا المرادة لما كليبر قال له وافق وابا لنوقف هنا شوية بقى نوقف هنا شوية وشوية كتير كمان هو انت اللي ليه مراد رفضت ايام نابليون ووفاة ايام كليبر قال لي ايام نابليون انا كنت متوقع خروج الحملة كانت ممكن تحصل حرب واثنين وتخرج لكن المرادة كان دخول العثمانيين وشيق يعني خلاص كانوا يقدروا ان هم يخشوا مصر وياخدوها بالاتفاق لو كان تم في معادة العريش فانا الافضل لي ان انا اعمل ايه اتفق مع الفرنسيين ضد العثمانيين فارح وافق هنا وهنتكلم في ده في الاسئلة ان كليبر وافق بكل هدوء على ان هو يتولى امارة الصعيد تحت ايد مين تحت ايد كليبر لذلك كليبر لما هدى الموضوع بصوا خمدان الثورة ده ما كانش معدي بالساهل انت ما تستهونش ان عندنا كلمة كده عدد اسمها اتضمر حي بلاء بالكامل انت طبعا الكلمة دي بالنسبة لك معلومة تاريخية لكن لو انت عشت احداثها هتعرف ان كل اللي حواليك البيوت وقعت وناس ماتت كل هذا لم يرضي المصريين ده ظلم وافترق مهما ان كان اللي عمل وعمل ده ليه فيه ناس ابرياء ماتت هذا الكلام لم يرضي الكثير من الناس وعلى رأسهم سليمان الحلبي اللي تسلل الى مكان كليبر وقتلوا على كل مقام به طبعا رجالة كليبر قدروا ان هم يقبضوا على سليمان الحلبي وثم اعدموا كده الحلقة لم يتلك شخصتين نابليون بباقي فترته وكليبر لغاية لمة عدم اتبقى لي القائد التالت اللي مسك وهو مينو مينو يا صديقي الطالب ليه تلت اجزاء في الجزئة دي ايه هو هو تولى الحكم من بعد كليبر لانه كان اقدم الزباط وكان يختلف شوية عن مينو وكليبر فيه طريقته في المعاملة وهنعرف ليه وسألناه انت هتقعد ولا تمشي طبعا لو انت اخذت كلام كليبر بكل هدوء هتقول ان مينو هيمشي على نفس النظام طبعا الاعداد اللي ضدنا كتير واحنا قليلين فالمفروض انه هو ايه يمشي الى انه عمل العكس قالك لا انا باقي قاعد طب اقولك على حاجة كمان ده عمل مشروع في مصر اسمه مشروع مينو العظيم علشان كمان يثبت نيته انه هو قاعد ونكمل معانا عمل مشروع اسمه مشروع مينو العظيم على فكرة ده مش مشروع مدي لا ده مش بناء ده مش تجمعات اقتصادية لا 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 ده ليه تفاصيل خاصة هنتكلم فيها الحلقة الجاية والغاية هنا يبقى احنا جمعنا كل ما قام به نابليون ثم ما حدث مع كليبر ثم هتولد الوقتي مينو ومينو قرر انه هو يقعد وقال انا مكمل في مصر هيقعد ولا هيمشي ده اللي هنعرفه المرة الجاية والنهاردة هنكمل مع عدد من الاسئلة عشان فيه نواة كتيرة هنوضح بيها جزئية النهاردة وجزئية المرة اللي فيه تفاضل يا مصر شيف طيب دلوقتي يا مستر احمد محتاجين ان احنا يزهر لنا نستاذ المخرج يجب لنا الصفحة رقم واحد من الاسئلة تمام تفاضل يا مستر طيب انت امامك مجموعة من الاسئلة احنا بدأنا ان احنا نطور اكتر في موضوع الاسئلة عشان نلم معاك كل الافكار دلوقتي احنا عندنا عادي سؤال بيقول لي حدث تطور للدور الهام للمؤسسات الدينية المؤسسات الدينية هنا هو بيقصد بيها كلمتين يا اما الازهر او كل الجوامع يا اما الكتاب لان دول كانوا الهيئتين التعليمية الدينية اللي موجودة هو بيقول لي حدث تطور للدور الهام للمؤسسات الدينية امام الاحتلال عبر السنين وظهر ذلك في صورة القاهرة الاولى وازدوجها كلمة ازدوجها ديها الشباب بتساوي ان بقى ليه دورين بقى حقتين ازدوجت دور الذي ظهر الى اولا سياسي وديني اجتماعي وديني ثقافي وديني استراتيجي وديني طبعا المؤسسات الدينية رقم واحد لها الدور الديني لكن في صورة القاهرة الاولى كانت دور سياسي لان هما مسكتوش ضد سياسة فرنسا في مصر فقاموا بصورة القاهرة الاولى فاول سؤال اجابته سياسي وديني ده رقم واحد السؤال الثاني يا صديقي الطالب بص انا عايزك الاول تبص فيه وقبل ما احله هو الاول بيقول امامك عوامل سهمت كل منهما بدورها بدورها الهام في احتلال اوروبا للدول في الشرق رتب العوامل حسب الاهمية بص يا مستر احمد السؤال ده محتاج اكتر من تفكير لان انت لو دورت على النقط اللي موجودة انت لازم تعرف مين الاساس هو الاول بيقول لي اللي قدى الى الاحتلال الصورة الفرنسية الكشوف الجغرافية الصورة الصناعية او تطور العلمي طبعا انت ممكن يجيلك فكرة اني مثلا الصورة الفرنسية الاول احب اقول لك لا موقعك جغرافية مثلا مثلا لكن يبدأ الموضوع بالتطور العلمي التطور العلمي ده صديق الطالب ليه اخترناه لان التطور العلمي هو الاساس لقيام الصورة الصناعية من هعرف ازاي قوة البخار في الالات وانا ما عنديش علم فالعلم ادى الى اكتشاف الصورة الصناعية الصناعة الكتيرة دي خلت البلاد الاوروبية بقى عندها فقد من الصناعة وعايزت بيه او تكسب راح اتعملت ايه اولا زودت الكشوف الجغرافية فبدأت تحتل فوق كل ده قامت الصورة الفرنسية اكتر فالموضوع انتشر يبقى رقم واحد طور العلمي اتنين الصورة الصناعية تلاتة الكشوف الجغرافية اربعة الصورة الفرنسية قبل ما تقلب على السؤال ده احب اقولك ان انت لازم تفكر في السؤال ده كويس جدا لان انت لو مش عارف ان الطور العلمي هو الاساس لقيام الصورة طبعا هتختار الترتيب غالب نقلب ليه الصفحة التانية بيقول لي اتجاه نابليون للشام كان الهدف الاساسي منه طبعا انت ممكن تيجي في دماغك اكتر من اختيار يكون صح اول حاجة صديق الطالب اديك نصيحة مهمة مبدأين كده لو انت احترت في الاجابات نعمل يا مستر احمد اول حاجة نفكر فيها نبعد اللي ماينفع لو انا لقيت الاجابة متشابهة ولقيت ان انا دلوقتي ممكن اضيع سؤال حشان فيه اكتر من اجابة تنفع اول حاجة استبعد اللي ماينفعش اول حاجة اجتماعي دي برا مش هيستفيد حاجة من المجتمع اللي هناك فهو زائد بقى اقتصادي دي مش مضمونة يبقى يا عسكري او سياسي هو الاجابة عسكري لسبب واحد انه لو كان استطاع احتلال الشام كان استطاع استغلال الموارد هناك فاذا موارد اوروبا او موارد نابليون كانت هتكتر فيقدر يواجه هنجلترا من اكتر من مكان يقدر يكمل بالزبط فالاختيار يبقى عسكري بيقول لي بعد كده رقم اربع كانت الدوافع نقط هي التي جعلت مراد بك يتعاون مع نابليون في حكم الصعيد اولا نابليون معاه مراد قال له لا الدوافع اللي خليته يرفض يرفض معاه كانت دوافع سياسية وهي هي اللي خليته يقبل مراد بك انه يتعاون مع كريبر انه الفكر السياسي الاولاني قال له ان نابليون ممكن يخرج في اي وقت فبلاش اتعاون معاه عشان ما بقاش خسرت المصريين وبدأت عداوة كبيرة مع الدولة العثمانية وكمان العثمانيين كان حلهم ضعيف فالمماليك بالنسبة لهم يحارب العثمانيين افضل ما يحارب الفرنسيين فبالنسبة له احنا الاثنين جيش ضعفاء فقدر عليك لكن فرنسا الجيش المتطور فما قدرش عليه فوافل اول حاول لكن ما عاربش لكن مع كليبر وافل نجي للسؤال اللي بعده السؤال رقم خمسة ده سؤال محير جداً هو بيقول لي العوامل التي قدت الى انتصار اهل السعيد في المقاومة ضد الحملة الفرنسيين لو انت بصيت لازم تحلل كل كلمة قويس جداً احنا اتفقنا المرة الفاتت ان لازم يكون عندك فرق ما بين الاهداف مثلاً السياسية والعسكرية والاستراتيجية والاقتصادية لان كل واحدة فيهم لها مدلول فانت لو المدلول بس اختلف معاك هتختار الاجابة غلط اولاً نابليون كان قدامه او اهل السعيد عموماً كان قدامه من نابليون ويدروا ان هما باكتر من شكل ان هما يحربوهم ففيه دوافع سياسية وعسكرية دي ما نفعتش لان اهل السعيد ما حهمش اي حاجة رقم اتنين السياسية والادارية دي الاجابة اللي تنفع لان اقتصادية وسياسية ما تنفعش والواجد البحران القبلي ما تنفعش السياسية عشان الطرق اللي كانوا بيحربوا بيها واستغلوا سياستهم مع شبي الجزيرة والادارية ان هما استغلوا الموضوع صحيح ممكن نيجي للسؤال مثلاً رقم تمانية عشان ده السؤال ده مهم جداً في الصفحة رقم اربعة اه في الصفحة رقم اربعة نيجي لتمانية تمانية بيقول لي استغل علي بك حروب الدولة العثمانية نقطة للانفراض بحكم مصر طبعاً لو انت كطالب بصيت في السؤال طبعاً انت عايز تبقى الاجابة موجودة روسيا ويبقى انت كده خلاص اخترت الاجابة صحة بس روسيا مش موجودة موجود اتجاه الاتجاه ده انا اجيبه منين انت لازم تبقى عارف من الخريطة ان روسيا تقع شمال تركيا تركيا موجودة في الجنوب عند بقى متوسط روسيا فوق فاذاً علي بك الكبير استغل حروب الدولة العثمانية شمالاً اللي هي مع روسيا عشان يقدر ان هو ينتصر دي نقطة مهمة جداً انت لازم تفكر فيها طيب صبحة خمسة ده سؤال بيترتب على المرة اللي فاتت وكنا مفروض ناشو المرة اللي فاتت بس احنا سبناها عشان الطريب يكون خادة على المعلومة اكتر بيقول لي انت امامك صورة لخريطة قارة اوروبا من خلال تلك الخريطة اوضح اي الاماكن موضحة في الارقام الاتية تعد نقطة فاصلة في حروب انجلترا وفرنسا انت لو بسطت للخريطة انت لازم تفهم ايه اللي فرق ما بين فرنسا وما بين انجلترا في الحروب رقم واحد ما تقبلوش عندها رقم تلاتة بعيدة جداً رقم اربعة دي كانت يابس رقم اتنين وده الاهم وهو الفرق في البحار لما عملوا اسطول قوي جداً يبقى رقم اتنين كانت من النقطة الفاصلة في الحروب ما بين انجلترا وفرنسا لان اولاً موقع انجلترا كجزيرة في البحر والاسطول القوي بتاعها هو اللي خليها تكسب باقي الحروب استغذلك باستر ورجعنا لكم تاني مع مستر توفيق شوقي ونكمل اهم الاسئلة اللي هو مجمع عنات فضل لمستر صديقي الطالب احنا عندنا في الصفحة رقم ستة عندنا بداية فيه تلات صور للتلات قادة التلات قادة دول اللي مروا على فترة الحملة الفرنسية حابب بس اقولك ان الحملة الفرنسية ما كملتش عندنا في مصر اللي حوالي ما يقرب من تلات سنين تلات سنين دول مر التلات هنجيب بقى اسئلة مختلفة عليهم السؤال رقم الف اي من هما يعتبر عصره اكثر فترات الحملة محاكاة بين المجتمع المصري والمجتمع الفرنسي يعني ايه محاكاة كلمة محاكاة انه هو يطبق اللي موجود في فرنسا موجود في مصر طبعا اكتر واحد حاول يعمل الكلام ده وهناخده المرة الجاية بالتفصيل هو مينه عن طريق المشروع وعن طريق اللي هو مشروع من العظيم وعن طريق بعض المشاريع الاقتصادية ومجال القضاء وبعض المجالات مينه حاول يقرب المجتمع المصري من المجتمع الفرنسي بشكل كبير طبعا انت اول حاجة هتفكر فيها انه ممكن يبقى نابليون عشان نابليون عملنا مجمع العلمي بس مجمع العلمي ده كان جزء طيب السؤال بقى عشان برضو الطلبة متلغباتش كتير احنا ليه ما اخترناش نابليون وكليبر ليه مش هما اولا يا صديق العزيز لو لاحظت طبعا معانا في شرح من الحصة اللي فاتت والحصة دي ان نابليون وكليبر كانوا اكثر انشغالا بالحروب والاسلحة والتوسعات والاتفاقيات والمعاهدات ما كانوش فاضين الطبع عندنا في مصر فلذلك كان مين هو اهم واحد السؤال رقم به في نفس الصفحة بيقول لي منذ عصر اي منهما بدأ خدوع المماليك النسبي لهم طبعا من اول ما وصلوا والمماليك بيقوموا لكن بدأ الخدوع فعاليا من اول كليبر كليبر ده هو اللي سمع كلامه مين مراد بك وقال له خلاص انا معاك في حكم السعيد تحت الامارة الفرنسية فمن اول هنا بدأ الخدوع النسبي يمين بيقول لي بقى اختلف رقم واحد صفحة رقم سبعة اه صفحة رقم سبعة سؤال على نفس السور بيقول لي اختلف رقم واحد اللي هو مين عن اثنين وثلاثة اللي هو كليبر ونابليون في سياسة فرنسا اتجاه المصريين اقامة المشاريع الاقتصادية ربط العلم بالسياسة طريقة ادارته لمصر ووقت الحملة طبعا الاجابة توب اربعة ليه مش الباقي اولا المشاريع معظمها تمت في عهد مينو ومينو ده المشاريع بدأت من كليبر ونابليون فهو كمت السياسة بدأت منهم برضو ربط العلم بدأوا نابليون لما بدأ يعمل المجمع العلمي ويكمل لكن طريقة الادارة اختلفت كليا في عهد مينو؟ اخر سؤال عندنا اتفق رقم واحد مع رقم اثنين ولا تلاتة من حيث السياسة الاستبقائية يعني ايه؟ ان هما يقعدوا في مصر مين كان مختلف خالص؟ طبعا انت ممكن تقولي اللي احنا قلنا لغا دلوقتي ان اتنين اللي هو كليبر اختلف مع ثلاثة طب واحد طب نابليون ايه موقفه؟ لا ما تنساش نابليون من الحلقة اللي فاتت هو اللي قرر ان ييجي مصر ويعمل مستعمرة فرنسية عندنا وتكون مصر هي الايه؟ هي البداية اذا الاختلاف ما بين واحد واثنين يعني واحد وثلاثة زي بعض اتنين هو اللي مختلف اللي ما كانش عايز يكمل نتمنى ان احنا نكون افدناهم في الحلقة بتاعت النهاردة ان شاء رفتنا يا نصر توفيق ونتمنى ان شاء الله نشوفها في حلقة القادمة بالتوفيق اللي كل طلبنا لأعزي وشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة